بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومحمد على آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم بمقرر المهارات الرقمية للصف الأول متوسط الفصل الدراسي الأول علوان درسنا لهذا اليوم هو التنسيق المتقدم تعلمنا معكم أبناء الطلاف في الوحدة السابقة أجهزة الحاسب الآلي ثم بعد ذلك نظام التشغيل والملفات والمجلدات وإعدادات نظام التشغيل الأساسية ثم تلميحات ونصائح وسنتعلم في الوحدة الثانية معالجة النصوص المتقدمة وسنتتعلم في هذه الوحدة كيفية تطبيق التنسيق على النصوص والفقرات عن طريق تغيير إعدادات النصوص والفقرات وستتعلم إضافة صور عبر الإنترنت بالإضافة إلى كيفية إنشاء وإرسال رسائل أو دعوات أو رسائل بريد إلكتروني متعددة باستخدام دمج المراسلات في مايكروسوفت وورد هذه بالوحدة الثانية سوف نتعلم على معالجة النصوص بشكل كامل أهداف التعلم في هذه الوحدة التنسيق المتقدم للنصوص والفقرات ثم بعد ذلك تحسين مظهر النص عن طريق إضافة الصور من الأنترنت ثم إرسال خطابات ومغلفات رسائل متعددة تلقائيا هذه أهداف التعلم لهذه الوحدة وسوف نتعلم في درس اليوم لابناء الطلاب تنسيق الفقرة المتقدم والحدود والتضليل المتقدم هذه عنوين درسنا لهذا اليوم سنتعرف على تنسيق الفقرة المتقدم والحدود والتضليل لدينا مراجعة بسيطة أو هل تتذكر لتنسيق الفقرة وكذلك إضافة صور للنص من خلال الجهاز الحاسب الآلي ثم بعد ذلك نبدأ معكم بدرس اليوم هل تذكر تنسيق الفقرة؟ الفقرة هي مجموعة من الجمل التي تتناول موضوعا محددا في مايكروسوفت وورد تجد معظم خيارات تنسيق الفقرة في علامة التبويب شريط الرئيس هوم في مجموعة فقرة بارغراف وأنماط ستايل هنا يا ابناء الطلاب نستطيع تحديد الفقرة من خلال الشريط الرئيسي ويسمى هنا يا ابناء الطلاب مجموعة الفقرة نستطيع التحكم بتنسيق الفقرة بشكل كامل من خلال مجموعة فقرة ثم بعد ذلك يتم تحديد ما يسمى بالأنماط وستايل أما تغيير لون خلفية النص يمكن تغيير لون خلفية النص الخاص بك أو إضافة حدود حوله كما يمكن تطبيق الحدود والتضليل على كلمة أو عبارة أو فقرة أو نص محدد أو صفحة كاملة فتغيير لون الخلفية للنص نستطيع على كلمة على فقرة على سطر أو على النص كامل من خلال ماذا يا ابناء الطلاب؟ أحسنت من خلال تحديد هذا النص ثم بعد ذلك تطبيق هذه الخطوات الموجودة لدينا هنا يا ابناء الطلاب نلاحظ من مجموعة فقرة الموجودة هنا نستطيع من خلال هذه الأيقونة الموجودة لدينا تحديد أفقاراته الألوان لون خلفية النص أما إضافة صورة من جهاز الحاسب الآلي يمكنك إثراء تنسيق مستندك عن طريق إدراج الصور من الحاسب الخاص بك وبالتحديد من علامة التبيب إدراج إنسيرت من مجموعة رسومات توضيحية فنستطيع إدراج صورة مخزنة في جهاز الحاسب الآلي إلى مستند الورد الخاص بنا تمهيد هل يمكن إنشاء حدود للنص وتضليله داخل برنامج معارج النصوص يا ابناء الطلاب راح نجيب على هذا السؤال في نهاية درس اليوم في البداية الدرس الأول التنسيق المتقدم بعد أن تعلمت سابقا كيفية تطبيق التنسيق الأساسي على النصوص ستتعرف في هذا الدرس على المزيد من مزايا التنسيق المتقدم وتنسيق الفقرة المتقدم يا ابناء الطلاب لتتعرف على كيفية استخدام التنسيق المتقدم للفقرات ستبدأ بإنشاء فقرة تحتوي على مسافة بادئة في جميع السطور عداء السطر الأول يطرق على هذه المسافة اسم مسافة بادئة معلقة فالمسافة البادئة المعلقة يا ابناء الطلاب تكون جميع الفقرة ما عدى السطر الأول يكون من البداية إلى النهاية فالسطورة الأخرى لهذه الفقرة تكون بها مسافة بادئة معلقة سنتعرف على هذه الخطوات من خلال هذه الشريحة الموجودة لدينا لإنشاء مسافة بادئة معلقة أولا نقوم بالخطوة الأولى أحدد الفقرة من علامة التبويب الشريط الرئيسي هوم من مجموعة فقرة أضغط على زر إعدادات الفقرة فهذه النقطة يا ابناء الطلاب نلاحظ موجودة الأيقونة الموجودة هنا يا ابناء الطلاب على رقم واحد فنستطيع من خلال وضع المؤشر على هذه الأيقونة ثم ننقر بزر الفراء الأيسر تظهر لنا مجموعة مسافة بادئة من القائمة الخاصة اضغط على المعلقة هنا فنستطيع التحديد برقم اثنان هنا نستطيع التحديد معلقة وهنا بمقدار القيمة لهذه المسافة البادئة المعلقة بالخطوة الثالثة يا ابناء الطلاب اضغط على السهم لتغيير مقدار مسافة البادئة التي تريد تطبيقها فنستطيع زيادة المسافة أو إنقاصها من خلال النقر على الأسهم أما لأعلى أو لأسفل لتنفيذ هذه الخطوات رابعاً اضغط على موافق أوكي لتنفيذ هذه الفقرات ونلاحظ هنا يا ابناء الطلاب وجود كلمة معاينة بالأسفل فأي تعديل على هذه الفقرة نلاحظ وجود التنسيق أو المعاينة على هذه الفقرة يكون بهذه الجزئية خامساً تم تنسيق فقرتك هنا توجد ابناء الطلاب فواصل أو في علامة التبويب فواصل صفحات وأسطر line and page break يمكنك العثور على عنصر التحكم بالأسطر الناقصة الوحيدة السطر الناقص هو السطر الأخير من فقرة مكتوبة بمفردها في أعلى الصفحة بينما السطر الوحيد هو السطر الأول من فقرة مكتوبة بمفردها في أسفل الصفحة عند تحديد هذا الخيار يلغي Microsoft Word وجود سطر بمفرده أعلى أو أسفل الصفحة ننفذ هذه الخطوات يا ابناء الطلاب لنلاحظ المسافة البادئة المعلقة من خلال هذا الفيديو في البداية نضع المؤشر عند بداية النص ثم ننقر بزر الفارة الأيسر ثم السحب دون الإفلات حتى يتم تضليل النص هذه الفقرة بشكل كامل الآن هنا نستطيع تكبير حجم النص ثم بعد ذلك نذهب من الصفحة الرئيسية هنا مجموعة الفقرة هذه خاصة نضع المؤشر هنا ثم ننقر بزر الفارة الأيسر ننقر هنا لننتقل إلى المسافة البادئة والتباعد هذا يقوم تدري بناء الطلاب على عملية المحاذة سواء توسيط أو يمين أو إلى اليسار أو ضبط كشدة صغيرة هنا المسافة البادئة بحيث تكون قبل النص وبعد النص نلاحظ هنا المعاينة زيادة المسافة البادئة نلاحظ الفرق قبل النص وعند انقاص هذه المسافة البادئة يتم اتجاه فقرة بشكل كامل وهنا بعد النص بحيث تكون من الجهة اليسرى نلاحظ الفرق ابناء الطلاب عند زيادة هذه القيمة وعند انقاص القيمة يتم إلغاء هذه المسافة وهنا عملية التباعد بحيث تكون قبل النص وبعد النص نلاحظ نزول هذه الفقرة بشكل كامل عند زيادة المسافة وعند الانقاص يتم انقاص أو يرجاع هذه المسافة الآن إضافة مسافة بادئة معلقة ننقر هنا ثم يتم تحديد بالنقر على معلقة ونضع القيمة مثلا نصف صانتي بالنقر بزر الفرر أيسر ثم بعد ذلك ننقر على موافق لتنفيذ هذه الخطوة نلاحظ الفرق ابناء الطلاب بحيث أن السطر الأول أصبح معنى من البداية أما الأسطر الأخرى أصبحت وجود مسافة بادئة معلقة بمقدار نصف صانتي الحدود والتضليل المتقدم يمكنك إنشاء حدود وتضليل مخصص وتطبيق أنماط مختلفة من الحدود وإضافة المزيد من الألوان أو حتى إضافة حدود للصفحة فنستطيع ابناء الطلاب إضافة الحدود والتضليل من خلال هذه الخطوات نطبق حدود فقرة مخصصة أولا الخطوة الأولى نحدد الفقرة وفي علامة التبويب الشريط الرئيسي هوم من المجموعة فقرة باراقراف أضغط على السهم الصغير الموجود بجانب زر حدود نلاحظ هنا ابناء الطلاب وجود عملية الحدود فيوجد لدينا سهم صغير أسفل عند النقر عليه تظهر لدينا قائمة نستطيع من خلالها اختيار الحد وكذلك التضليل بوضع المؤشر هنا على رقم 2 ونضغط على حدود والتضليل وستظهر نافذة border and shedding لتطبيق حدود فقرة مخصصة للخطوة الثالثة ابناء الطلاب ضمن علامة التبويب حدود من مجموعة الإعداد sitting اضغط على مخصص بحيث يتم تخصيص هذا الحد المطلوب رابعا من قائمة النمط style اضغط على الخط المزدوج وهي الخطوة الرابعة بحيث يتم البحث عن هذه الخطوط أو هذه الحدود بحيث يتم اختيار الخط المزدوج خامسا اختر اللون color ثم بعد ذلك سادسا العرض الذي تريده بحيث يتم زيادة عدد النقاط أو إنقاصها والخطوة الثامنة السابعة هنا من المجموعة المعاينة اضغط على الحدود العليا والحدود السفلة نلاحظ هنا يا ابناء الطلاب عند المعاينة توجد حد علوي وحد سفلي هنا أما هذه الايقونة تدل على حد أيمن وحد أيسر فنريد هنا تحديد الحد العلوي والحد السفلي لهذه الفقرة ثم أضغط على موافق أوكي لتنفيذ هذه الخطوات نتابع إضافة حدود لهذه الفقرة من خلال مقطع الفيديو التالي أولا نقوم بتضليل هذا النص بنقرأ الزر فرع ثم التضليل بشكل كامل نضع المؤشر على مجموعة فقرة ثم نضع المؤشر هنا للسهم لتظهر لدينا هذه القائمة هنا نستطيع اختيار الحدود بشكل عادي ولكن لاختيار أفضل لحدود أو لزيادة لإضافة الحدود تظهر لدينا هذه النافذة مثلا نريد إحاطة ننقر هنا بزر الفار الأيسر وهنا مضلل وهنا حدود ثلاثة الأبعاد ولكن نريد الاختيار هنا حدود مخصص نضع المؤشر هنا ثم ننقر بزر الفار الأيسر ولتغيير نمط الخط هنا لدينا خط فردي نريد البحث لخط مزدوج ننقر هنا لعملية البحث نستطيع النقر بزر الفار الأيسر فتوجد لدينا مجموعة سواء خطوط مزدوجة أو خطوط فردية أو خطوط منقطة مثلا نريد استخدام هذا الخط أو هذا النمط ننقر عليه الآن يتم تحديد اللون بنقر هنا فمثلا نريد اختيار اللون الأحمر نضع المؤشر ثم ننقر بزر الفار الأيسر وهنا نستطيع التحكم بالعرض مثلا ثلاث نقاط أو ست نقاط أو نقطة واحدة مثلا نريد اختيار ثلاث نقاط الآن نريد تحديد حد علوي وكذلك حد سفلي نضع المؤشر هنا ثم ننقر بزر الفار الأيسر ثم بزر الفار الأيسر لحد الأيمن ونريد زالة الحدود من الجهة اليمنى وكذلك الجهة اليسر لتنفيذ هذه الخطوات نضع المؤشر على موافق ثم ننقر بزر الفار الأيسر الآن أصبح النص أو هذه الفقرة محددة لدينا من الأعلى وكذلك من الأسفل لدينا لتطبيق حدود الصفحة بحيث تضيف حد للصفحة بشكل كامل أولا افتح نافذة حدود وتضليل واضغط على علامة تبييب حد الصفحة اثنين من مجموعة الإعداد سيتينغ اضغط على إحاطة بوكس فنستطيع الإحاطة لهذه الصفحة بشكل كامل ثلاثة من قائمة رسم صورة أرت حدد النقش الذي تريد استخدامه أربعة اضغط على موافق فنلاحظ ستظهر حدود الصفحة بالنقش المحدد على الصورة أو على صفحتك مثل ما هو واضح لدينا عندنا رقم 5 لتنفيذ هذه الخطوات أبناء الطلاب من الصفحة الرئيسية نذهب هنا ونضع المؤشر وننقر بزر رفارة أيسر ثم بعد ذلك نذهب إلى حدود وتضليل ولكن نذهب إلى حد الصفحة نلاحظ هنا النقر على حد الصفحة ثم بعد ذلك نختار بالنقر على إحاطة وننقر بزر رفارة أيسر نلاحظ المعاينة تكون بالجهة اليسرى والاختيار نمط الحد هنا نستطيع اختيار الألوان مثلاً اللون الأخضر وكذلك هنا اختيار رسم الصورة نستطيع اختيار ما نراه مناسب فلدينا صور كثيرة موجودة فيها مثلاً نريد اختيار هذا الرسم ننقر بزر رفارة أيسر نستطيع زيادة العرض وكذلك انقاصه ثم نضع الماشر على الموافق وننقر بزر رفارة الأيسر نلاحظ وجود حد الصفحة بشكل كامل الآن ننزل بالصفحة إلى أسفل نلاحظ وجود الحد بالصفحة كاملة ابناء الطلاب لدينا السؤال التالي قم بتنفيذ الخطوات التالية في برنامج معالج نصوص وورد اكتب النص التالي يعد النوم بمثابة غذاء للدماغ ولكن معظم الناس لا يدركون أهميته بوصفه ضرورياً لحياة صحية حيث ينعش النوم الجسم والعقل لنفترض أن شخصاً عمره 75 عاماً يقضي ما يقارب 25 عاماً ثلثة حياته نائماً تشير نتائج الأبحاث الحديثة إلى أن النوم يلعب دوراً مهماً في إزالة السموم التي يفرزها الدماغ التي تتراكم عندما يكون الإنسان مستيقظاً نريدك كتابة هذا النص في برنامج الورد ثم بعد ذلك اجعل حجم النص بمقدار 16 واجعل المسافة البادئة معلقة بمقدار نصف صانتي نجيب على هذا السؤال أولاً ماذا نفعل لبناء الطلاب أحسنت نقوم بعملية التضليل هذه الفقرة ثم بعد ذلك ماذا نعمل أحسنت نضع المؤشر هنا لتكبير حجم الخط ووضعه 16 ثم ماذا تتبقى لدينا ممتاز نريد إضافة مسافة بادئة معلقة هنا أحسنت من ننقر هنا الفقرة ثم المسافة البادئة والتباعد نضعها بلا أحسنت من المسافة بادئة نذهب إلى خاص ثم يتم التحديد معلقة بحيث تكون هذه المسافة نريد إنقاص هذه المسافة بالنقر هنا يبنى الطلاب ثم ننقر على موافق تمت إضافة هذه الخطوة بنجاح الآن نريد معرفة هذا السؤال هل يمكن إنشاء حدود للنص وتضليله داخل برنامج معالج النصوص نلاحظ أبناء الطلاب أنه نستطيع الإجابة من حيث إضافة حدود للنص وكذلك إضافة مسافة بادئة من خلال ما تعلمناه في برنامج الورد وفي درس هذا اليوم تعلمنا في درس اليوم تنسيق الفقر المتقدم ثم الحدود والتضليل المتقدم وفي الختام شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته